عبر، فكر، قرر، علّ الصوت، أنت مش وحدك، وسوى منعمل فرق كل الفرق مع قلتكو، بين العشرة والتناعش من الثلاثة للجمعة تحية صباحية لكل عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر عبر موجتنا من اليوم وبتطالع موعد الخميس رح بيكون موعد اقتصادي ونحن بس نقول موعد جديد يعني ما منحكي مثل الكل بنجرب نشوف شو فيه وراء المسرح وراء الكواليس وبهالموعد الجديد بيسرني كتير أني استضيف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور ويسام فتوح خصوصاً أنه هم المصارف شاغل بال كل اللبنانيين نشوف إذا ممكن يكون في عنا حلول في عنا أمل أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وشكراً كتير على الإستضافة من عيدك أكيد ونتمنى لك سنة كل خير يا رب أمين علينا وعليك وعلى لبنان إن شاء الله هلا في شيء كتير حلو نحن عم نسمعك دكتور أنه حضرتك من الأشخاص اللي ما عندن لا ارتباطات ولا عندك كونفليدن ترابي ولا مصرف ففيك تغبرنا الإشياء متل ما هي عم بتصيح مئة بالمئة يعني منك متطبط بحدا. بدي بلش بأول سؤال أساسي معك دكتور ويسان فتوح. مشكلة المصارف بلبنان هي مشلة ملايقة أو سيولة؟ أوكي. الحالية؟ المشكلة الحالية؟ الحالية أولي وصلتنا لهون يعني. لا كانت لا مشلة ملايقة ولا كانت مشلة سيولة. سياسة. أعتقد خطأ بالسياسات الاقتمانية اللي صار. يعني إذا بنتطلع على الأرقام المصارف اللبنانية مقبل العزمة. كنا عم نحكي بملائقة عالية حتى أعلى من ما يتطلب دوليا. في شيء اسمه معايير لجنة بازل هي تنظم العمل من المصري في العالمي. مزمو. أنا ما كثير بدي فوت بالتقنيات ولكن. بس أنا رح اسألك عن بازل بقى شوية. في شيء اسمه نسبة الملائقة لها بتحدد هذه اللجنة الدولية. لنقول كان طال بنسبة ملائقة 11%. كانت نسبة الملائقة بالمصارف أكتر من 11%. يعني حتى كانت أكتر من المعايير الدولية. والسيولة كانت كتير لأنه كنا عم نحكي بودائع 180 مليار دولار وصلت فقط. ولكن هزي السيولة كيف انبنت؟ هزي السيولة انبنت بقصة الفوائد العالي. يعني وهذا خطأ اللي صار إذا خلينا نحكي. الناس انغررت في لألما تتعرف ما عندها خبرة صحيح. هاي دي نقطة. وخليني أقول كمان أنه كل التصريحات اللي صارت من خلال مصري في لبنان. أنه هي اطمئنين ومطقمين. حتى المؤسسات الدولية طمنت هذا الموضوع. والليرة بخير. الليرة بخير هاي دي أحد الخيارات أو أحد التصريحات اللي صارت. بس كان فيه أكتر من قصة الليرة بخير. يعني كنا نصرح أنه نحنا عنا 50 مليار احتياطي. شي يعني 50 مليار احتياطي؟ يعني الدولار ما بيتحرك. مين بدو يلعب خمسين مليار بالأسويق؟ مين بغزو؟ صح. هو واحدة من الشغلات أهم شغلات اللي مهام البنك المركزي بالعالم أنه حافظ على سعر السرف. طيب إذا أنا عندي خمسين مليار بالبنك المركزي كيف الدولار بدو يلعب؟ مازمو. المشرار النقدة كان فينا نقول أنه كان وهمة نوعا ما. لا لا ما كان وهمة كان مزبوط لأنه أنت بأي لحظة اللي معهو ثلاثة مليون ليرا بروح على البنك وبياخد ألفين دولار. هذا يدفع حق مصر في لبنان. هذا أصلاً كلف مصر في لبنان وكلف الدولة تقريباً حوالي خمسة وعشرين مليار دولار لحتى يقدر يثبت سعر السرف لفترة ثلاثين سنة. وطبيعة الحال الاقتصادية العالمية كالليات أو البنوك المركزية يتركوا تحرير سعر السرف. يعني بشكل أنه يرتاح السوق ضمن العرض والطلب وهذا الشيء الطبيعي. ولكن طلما نستقر سعر السرف بلا شك أننا نحن عايشين أكتر من الحقيقة. يعني مثلما رواتب القتاع العام اللي بياخد راتب 3 مليون وخمسة مليون وستة مليون وعمرحي 3-4 ألف دولار واللبناني بعيش. فأكيد هيدا المصاري تتاخذ وتطلع لبرة تنسرف. فأكيد عايشنا أكتر من الحقيقة اللي نحنا كنا فيها. فأكيد برأينا وهذا الشيء الاتحاد حكاية وحكاية بيبقى أكتر من مؤتمر أنه لازم إعادة النظر بسعر السرف لوقتها كانت الأمور أسهل. مش يطلع من ألف وخمسمية لمئة ألف ليلة. إيه مش بالأزمة على السخن تختار بالدنيا. إيه أكيد وبطبيعة الحال من دارة الأزمة يعني كل الناس بالتفعل ومن دارة الأزمة بشكل صحيح. حلاء الحالة شو الحالة؟ نحن هون أمين مع دلتان. بيجي في شيء بدغط الاقتصاد أنه هايدي أزمة بسموه systemic crisis. يعني أزمة نظامية يعني كل البلد كل القطاع المصرفي عنده مشكلة. مزبوط. مش مصرف واثنال. صحيح. عم بيعاني نفس المصير. مية بالمية. والآيام آف والحكومة تبنت هايدي الفكرة أو قالت أنه هايدي أزمة systemic crisis. أريدك رأي الشخصي نعم. إنه أزمة نظامية لكل القطاع وليس أزمة مصرف أو اتنين ليجي يقولوا إعادة هيكلة هذا المصرف. نعم. وهنا يعني المعضلية. هون المشكلة. ولما كنا عندنا systemic crisis. أزمة نظامية كاملة للبلد. لتجي تصلحي هايدي الأزمة مشكلة كيف يكتأزمة كل القطاع. لتجي بتعمل إعادة هيكلة للموجودات والمطلوبات والإدارة والسيولة والرأس المائي اللي حردت. عندك ورشة عمل. كبيرة وبعدين في شغلة مهمة بالبلد دي ممكن لازم ننتبه له. إنه في تفاوت بالمصارف. يعني في عنا. شو أصدق تفاوت بالمصارف؟ يعني عندنا مثلا فيها ألف. مثلا البنوك فيها ألف أو العشر أولى. خد بنوك تاني. الحجم المصرف كتير مختلف. حتى بأيام العز. حتى بأيام السيولة الكبيرة. في بعض المصارف الكاميراية ما لازم تكمل. ما بدأ أذكر أسامي يعني. حتى عم نحكي قبل الأزمة. يعني في عندك مصارف سيوليتا. لماذا تكملت دكتور؟ إذا ما عندك خسائر. أو إذا ما عندك خسائر بالديون الهيدي. بس كمان إذا ما عندك الراسيو دوسولفابيليتا أو الإدراق أن ترد للمضيعين طبعا بحيال الأزمة. كمان هيدا لازم تفكر صح؟ 100 بالمئة. يعني أصلا هذا الكلام يعني أنت فلس البنك. يعني إذا بدنا نحكي مظبوط. إذا ما أنا كنت أحد المخادرة طالب صغير إجا سألني. لا أعرف شاهده. قال لي البنوك الفلسي نعم أو لا. إذا بدنا نحكي بالمنطق. وإذا ما المصرف يتعثر أن يدفع مدينته. ولكن هون المشكلة أنه كل المصارف عندها دفس المشكلة. مش أنه مصرف واحد منه قادر يدفع. فإذا هون ما في فلس القطاع. فإذا لازم نعمل إعادة هيكل للقطاع. الإعاليات مختلفة. الإعاليات اللي إحنا من آمن فيها أن يأخذ مصرف مصرف. فهلا بحكي عنه. إعالية الحكومية بدأت تصلح كل الكتاع. وهون تكون الصعوبة. ولغاية اليوم لم نشهد أي خطوة لقدم. لم نشهد قانون المصارف. لم نشهد قانون capital control. لم نشهد قانون حماية الموضع أو حماية المستثبت. فمن وقت الأزمة اليوم الشباب ما زالوا نايمين. يعني ما حتى عم داعنا عم محمل الحكومة هنا. السياسيين منهم على قد مستوى الأزمي يعني. ما عم يعملوا خطوة لأدنان. شفنا كم قانون طالبوا مصرف في لبنان اليوم موجود في مجلسين. أهمهم لنقول capital control. بعد إلو عازي اليوم capital control؟ إنه فينا هن المصارف بيقدروا يتحركوا بهذا الموضوع. أكيد سلات. أكيد ضهروا المصارف لازم يظهروا. بس بيضال فيه ساعة أكتار بيقدروا. إذا بتلاحظي التجارب الأخرى الدولية. ناخد على سبيل المثال. بعد ثلاثة أيام صار capital control. ناخد اليومين ناخد دول كثيرة. قدروا عملوا capital control. ما تهربت هذه المصارف. أجري وزيو أنه هلأ طولات اللي قادر تطلع طلع. أكل حال الأخبار اللي عم تتداول أنه في ناس هربوا حتى قبل ما تبلش الأزمة. يعني الكبير والكثير. في ناس اللي كانت سامعة طبيعة الحال. وفي ناس قدرت إريد أنه هالأرتفاع الفوائد بالدولار. بشكل كثير كبير على السبعة وثمانية وتسعة بالمئة. وسمعنا سماعيات فيه ونقعة تتعاشرة واحدة عشر. برأيي كانت طبعا مؤشر أنه فيه أزمة حتثير. وأنا دائما بقول شغلة. يمكن الناس ما كثير حكيت عننا بس بدأرجع حكي عننا. ما فينا نعمل فرق بالفايدة على ضمن استقرار سعر الصرف. يعني كنا بالزمنات ناخد على لبناني 14 بالمئة. وفيه استقرار سعر الصرف. والدولار لنقول سبعة. هيدا غالي وهيدا غالي. بس أنا بعض الناس شو عملت. صرفت من دولار للجلع. أخذت 14 بالمئة. ورجعت قلبتهم دولار. كان فيه حرية الصرف. فهذا كعلك أنت عم تاخد 14 بالمئة على الدولار. يعني كل هالسياسة. كان فيه سياسة مالية خاطئة. وسياسة نأدية خاطئة. المصرف المركزي عمل دوره الغلط. والحكومة عملت دوره الغلط. الحكومة بطبيعة الحال. جزء لا يتجزأ من إعادة هيكلة المصرف. إنه تصلح المالية العامة. وهذا اللي ما صار. ما في شي صار ستنا. ما في شي صار. لا قدرانين بعد لغاية اليوم. يعني إلنا 4 سنين أو 3 سنين من الأزمة. ما لم نلمس فعلا إصلاح. وخليني أقول أنا عندي عتب بقى على المصارف. مع أنه أنا مين عم بتحدي المصارف العربية. وأكيد من واجبنا ندافع على المصارف. بس لازم تبدأ المصارف تفتح حوار مع المودع. أنه أنت بوضيعتك شو بدي عمل فيه؟ يعني قصة السيستام هيك خلصت. كأنه تعود القطاع الخاص على الإخسارة. وكأنه نحن تعودنا نصحب وضيعتنا اللي هي إدخارنا من سنوات عديدة. على مبلغ 85% أقل من سعر السوق. هذا الهركات المقننة. نعم. لا هركات مشروع كما أقوله أنه أيوة. يعني عنده قانونه. يعني التعميم 151. وأنا عايز لأنه والله خاصة المساكين ذواتب القطاع العام. طبيعة الحال. وخاصة الأجهزة الأمنية اللي أنا بوشيرهم كل التحية. أنه اللي بياخده مبالغ كتير بسيطة. وإذا عنده ما بيقديه. إذا عنده شوية إدخار بدي روح يجيبه بياخده 85 مليا لسعر السوق. واليوم تعوداتهم بالويل صاري. بس تقللي يفتحوا حوار مع المودع. شو يعني؟ اللي قلت لما أنا بدي بلش عالش الأزمة. أول سؤال حرتك سألتني. هون نحنا حكينا أنه في وجهتين نظر. وجهة نظر نتمنتها الحكومة بالقيمة. وجهة النظر الثاني اللي نحنا شوي أقرب إليها. أنه يبلش كل مصرف على حدا. يبلش يشوف وطعه. إذا كنا موجوداته، مطلوباته، الإدارة، المنجمت، السيولي، التيمين تبعه، يشوف وطعه. وهون الأجهزة الرقبية بتقول يا بيستمر يا بيستمر. أنا بأكد لك خمسة عشر بالمية أو خمسة عشر مصرف قدرانين يستمروا حتى بالأسمة. هيدا المصارف فئة أقال عندك. اللي فيها فأكيد. ممكن. بعدين حلتك سألتيني ليش ما هيدا المصرف اللي كان بوقت تمام. نحنا برأينا أنه كلاسيفي دمج. يعني هالبلد بحجم لبنان عندك خمسة وخمسين مصرف؟ ما هيدا المشكلة لأنه اليوم كان الاقتصاد بخدمة السياسي دكتور بيستنفتوح. بس أذكر اللي عم بيسمعونا على لبنان الحر ضيفة بستوديو. الأمين العام لاتحاد المصارف العربية دكتور ويسام فتوح. أنا كتير بدأ أشكرك بعرف ضيفنا اليوم بين صفرتين. يعني أنا كتير مقدرة حضورك معنا على لبنان الحر. هيدا قصة الدمج. ما بعب قديش بدعة مثلا بل إن واحد عامل بزنس من الأساس أو سياسيين عم بيوظفوا الاقتصاد. ما رح يقبلوا بالدمج أساسا؟ أنا برأيي تعثر الدمج اللي صار بالسابق. لأنه معظم البنوك اللبنانية هني فاميلي بانكس. الفاميلي بانكس ما بيقدر يندمج لأنه هو قاعد عرأس هيدا البانك فهو بدو يستمر كرئيس مجلس إدارة. نعم. وطلما نعمل الدمج أو تملك هيدا معنات البانك راح. بس بلا شك الدمج هو بيخلق قيانات مصرفية قوية قادرة على تمول الاقتصاد ووصل بيضد الأزمات. فما صار هيدا الشيء نحنا عنا بلبنان. إنه مسبعا ندمج وعشد مصارف ليخلقوا كان مصرفي قوي. عنا شوية إذا بدك كبريا نحنا. لأنه فاميلي. أنا صاحب البنك ودو عد رئيس البنك. لا بدك حدثين. طيب دكتور ويسان فاتوح طالما حضرتك حكيت عن قصة بازل. وبازل ثلاثة إذا بدك طلب من المصارف إنه ترفع نسبة الملائقة عندها. صحيح. مظبوط ولا لا. وطبعا في عنا تحديات خصوص طلبتها رفع النسبة بالتحديات اللي عنديها. قصة الريسك بالسوق. قصة ريسك السياسة. قصة ريسك إعادة الهيكلي. في شك اشتغلوا عليه. قصة ريسك السياسة. هلأ قصة ريسك السياسة يحدث ولا حرج. ممكن برأيك كونك أمين عام إتحاد المصارف العربية كون في حل من خلال المصارف العربية؟ لا. اوه. كذلك قلت لا وقد تستعجلت. إذا بدك للمساهمة بحل ما. اوكي 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 شرح لنا شو ممكن يصنع اول شي بتل ما حرتك بتعرفي انو انا بحب بسط وخاصة ربما بعض المستمعين يمكن ما عندهم خلفية مصير اكيد ما في خلفية نحن نحن شي يعني شي يعني لجنة بازل لجنة بازل هي لجنة موجودة بسويسرا بمنطقة اسمها بازل اسسها شي اسمه بنك التسويات الدولية اللي هو هيدا البانك بيعمل تسويات للمبالغ بين البنوك المركزية بالعالم يعني بنك مركزي مع بنك مركزي هيدا اللي جنة من كبار الخبراء معروفين بيطلعوا معايير دولية وهي المعايير المفروض المصارف بالعالم الطبقة ولكن هي ملنة ملزمية اسمها توصيات فبياخدها كل بنك مركزي بيحاول يطبق هذه التوصيات ضمل حسب قدرته حسب البلد حسب البلد لنقول مصر في لبنان اخد احيانا بزيد يعني اخد توصية بتتعلق بالملائقة بازل بتقلك انو اللي سيكون نسبة للملائقة هي 11 ملائقة هلأ ازا بديك نشرح شوان الملائقة يعني قديش عنا مصاري قديش قديش هلأ هي نسبة اللي بتعبر عن قدرة الشركة بانا ترد هذه الملائقة صحيح ميلي برافو ما شالعلي لخصي احسن مني انت ما صعبة كتير على الله صحيح نعم فإجا يوم ما وقت بنلاقوات في بعض البنوك قال لا مثلا بالصرير عملوا 13% يعني انو في بعض الدول بتقلك صحيح هلأ بهالوقت هيدا نحنا بعيد كل البعض عن عن قدرة على رفع نسبة بالمعايير الدولية نعم الشغلة الحمدلله بقول ما زال القطاع المصري في اللبناني لازم احكي عنه انا بشكل ايجابي قطاع عريق عمره سبعين سنة خمسة وسبعين سنة لغاية اليوم عنده ثقة بالبنوك المراسلة هاي دي شغلة ما تتصوري قديش مهمة والله لو مبع عنا بنك مراسل لنا نحنا سكرنا ورحنا سكروا المصارف ممين جاي هيدا السقا لانه عنده طريق جيد يعني التزاماته كانت مضبوطة يدفعوش يعني بنك مراسل هو اللي بنفس اي عمليات تشارية مزبوط ما زال في بنكين فاتحين حسابات للمصارف يعني اي تاجر بده يفتح اعتماد يسموه بده جيب بضاعة من الصين من الامارات ببعض اي دولة اخرى بده يفتح شيء اسمه اعتماد هذا الاعتماد يبينفتح عبر بنك مراسل والبنوك المراسلة هي ميلي بنوك امريكية يعني مثل سيتي بانك تي بي وورجن بي انواي مالن كل هالبنوك الكبير والسفراغو فاذا ما زالت هالبنوك المراسلة محا اذكرون فاتح حسابات للمصارف بعضها مشكلة يعني عم نعطي امل للناس انه بعد في عنا بالقطاع المصرفي ايه وفي عنا بالقطاع المصرفي بصيص امل استعدت سئة اكيد اكيد بقى المودعي الاستمرارية العمل المصرفي جزء لا يتجزأ من اعادة هيكله يعني انا برجع للسؤال الاول بقى ما مع انه يلا اخد السيستة هاي ده ووقفوا بنك وانت ما فيك تشتغل إلا حالي بحالي استمر حالي بحالي واستمر عملك وخلينا نقول انه اليوم فيه استمرارية العم مصرفي تعميم 161 يلي اسم هاي ده بحب اشرحه للناس اذا بيحبوا يسمع طبيعات الحال اسم ميزانية المصرف عام ودر يعني اجي قال تعميم 161 انتو يا مصارفي فتحوا حسابات جديدة للعالم للشركات للأفراد سموه فرش اكاونت هاي عبارة لبنانية مية بالمية فرش طالع من الفرنطازة نعم شو عمل هاي ده التعميم قال لك بعد اي حساب من هالدوع بيقدر ياخد كل الخدمات المصرفية يعني تشيك باديك تشيك بيعطو تشيك بيعطو تشيك بيعطو تعتمين تسحى بكاش وهي ده الانقسام العمودي بميزانية المصرف كل شي قديم مازال بدو معالجة فاين الى حد ما جايد سموه الدولار وروحنا على الفرش مظبوط هاي ديك بدو معالجة لا في ناس ما عم تسعى في ناس عنده الا واحد منهم في ناس عنده ايمان ان هاي مصاري بدا ترجع لي عيدا حقي انا لا دولار ولا ورق شدة هدا تعبين فيه اربعين سنة بدي حقي يعني في ناس من النوع الا واحد منهم بس بدو معالجة بغد النظر كيف حي تعالج بدك ناس تكون قادرة تصمت تطنطر العلاج صح صح لانه ناس ما عم تقدر تصمت مية بالمية وهدا اللي قلته اللي عنده رواتب قليلة وعنده شوية مدخرات عم يضطر مصحاب عم يضطر مصحاب باقل من قيمته الفعلية 80 بالمية وهون بدي اقول كلمة هلا بدي اوجهها ان شاء الله ما انسيها لابد من معالجة هدا الموضوع هلا بذكرك انا فاااا إستمرارية العمل المصرر في انه يقدر ياخد تشاك يقدر ياخد ياخد الذات يقدر ياخد كريدت كارت يقدر كذا هادي شغلة مهمة هادا اسمه استمرار وبدنا نقول شغلة انه ما زالت على الاقل التضفقات المالية من موضوع تحويات المختربين مش تدفقات المالية FDI FDI هدي قصة تانية حتى هلا بقولش يعني FDI تعرف شو لازم نحجزك حلقة تانية بس تجد من السفر هلا في كتير اشي بدي استخدام ايه فعلا هلا طبعا البنك الدولي السنة الماضية هلا 23 يعني قال انه فيه تقريبا سبعة مليار عميشي بتحويلات المختربين بسموهم باللغة الانجليزية 7 مليار دولار شايدين هلا انا بقلك مش كل السبعة ميفوتوا بالقطاع في شي عبر شركات التحويل للأسف وارتفعت كتير ايه طبعا انا عملت تبيت من شهرين ان اليوم عم نشهد اه كتير ناس اللي تحويل الأموال عم بيعملوا المصارف للأسف يعني وهذا شي مش صحيح مش صحيح يعني هلا في بعض تحلات تابعة للمصرف وفي بعضة جديدة لم نتابعة للمصرف ولكن هي عم تحل محل عمل مصرفي بموضوع التحويل لأن الموضع فقد السقة بالمصرف وكتير ضيقوا عليه صح صح وخلينا نقول انه فيه سبعة تانية غير السبعة عم يجوا رسميا سبعة عم يفوتوا نقدم من السويح يعني فيه تقرير قالت انه بالصيف تقريبا فيت اربعة مليار دولار بعتقدت في ديسمبر اقل بكتير من هيك ممكن لا يتعدى المليار لانه بتعرف الحالة الامنية اللي صارت صحيح فقلت شوي خلينا نقول بالمطلق فيت شي ستة وسبعة هي تلتعاش مليار لذا فيه مصاري وهودي فيه جزء منهم اللي عم يروحوا على المنوك بموجب تعميم مية واحد وصفين اللي هو بيحمل الموضع على الأقل هلأ بس لا أذكر شي الافدياء الافدياء هي بسموها بالانكليزي فورين دارت كنفاسمنت اللي هي التصمارات المباشرة اللي هي أكيد مع الدومة لبل للأسف للأسف انه هلأ ما بعض سمعكونا الخبرين كان هذي خبرية تازة نعم انه مثلا بلش الناس اللي بره يرفعوا دعايوا مع الحكومة انه أنا بدي مصرياتي ها حلو هاي دي خبرية عمره يومان وحق عكل حال برأي حق مختاري بين لبنانيين ولا مستثمرين لا مستثمرين الكبار أجانب حبطور مثلا حبطور اليوم عنده مشكلة مع الحكومة اللبنانية لأنه هو ماضي اتفاقية مع وأكيد رح يربحها يعني إذا طبعا تاريخيا إذا بدنا نحكي بطبيعة الحال لأنه إذا بدي يعمل القضية برات لبنان يربحها يعني لأنه فيه اتفاقية ممضية بينه وبين الحكومة اللبنانية اللي حماية استثماراته فهو يعتبر أنه الحكومة تضررت استثماراته تضررت استثماراته تضررت استثماراته وحق الزلمية خلينا نقول كمان نطرنا أربع سنين أنه أربع سنين شو عملتوا يعني خلي الشباب يتحركوا مكان على الصعيد السياسة أو حتى على السياق كتاعة المصرفة بدي أرجع لنقطة اللي قلنا قصة الخمسة عشر ألف 100% كاش أكاديمي بس فيه 80% دولار شو اللي بتحكم بسعر الدولار تقليديا بسعر الدولار عادة تقليديا يمكن السعر العرض والطلب براوة اليوم ما منعريب أنا كنت أسألك يا سؤال شو اللي مخلي الليرة مستقرة وعنها الحرب وعنها الأزمة أوكي تقليديا العرض والطلب نحنا في لبنان العرض والطلب وظروف سياسية شوف الفاكتر تبع الظروف السياسية خفت بعد تغيير الحاكم وثقة بالحاكم بالإناب الموجود فإذاً هايدي الفاكتر السياسي خفت شوي فإذاً اللي عامل اليوم لمسيطر قصة العرض والطلب ما بقى كتير في طلب أنا بروح على السوبر ماركت إذا بتأخذ اشتري شغلات أغراض البيت بدفع بالدولار وهذا بالمطاعم بالدولار والناس عم تيجي إذا ما في طلب بيضله نفس الشي مستقر طبيعي بيضل مستقر أكيد إذا ما في طلب يعني التاجر وإذا ما أنا التاجر اللي عنده مطحم أو عنده سوبر ماركت إذا بده يفتح يجيب غراض من بره بده يروح يشتري دولار من السوق بس يكون في هايك وضع أمن متل عم بيصير بالجنوب بيخافوا على مصرياتهم وبيتغير سعر الصرف بيحل يمكن بتصير مدري إديش ميتان ألف لا مش دايما صراحة منا دايما لأنه برجع بقول اليوم مشبع السوق اللبناني بالدولار كل الناس عم بعد القرار أنا بهدني بصراحة يعني 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 كان لاني عرضو بس أنا برأيي كان قرار صح إنه يقدر يحط الأسعار بالدولار وخريط الناس إنها تدفع بالدولار أو بالليرة هذا الخطوة عمل اشباع بما كان ما فيما يتعلق بالدولار برجع عنده اكتفاء إنه بالمبيعة اليومية يدري جمع وكل اللبنانيين أو كتير من اللبنانيين عندهم مكتبول بالدولار حتى القطاع العام الخطوة اللي عملها المصري في لبناني الجيدة اللي قال للحكومة إنه أنا ما بق بدأ دين كون هذا شيء كتير منيح روخوا وجيبوا أنتو جباية هذه الخطوة جيدة اللي صار إنه صارت الحكومة بدأ تروح تتعمل جباية من الضريبة من الكهرباء من الجمارك بطبيعة الحال ما محاربة الفسد لأنه موضوع الجمارك هذا أكتر شيء وعن نشوف إنه في محاربة كان مال المرافق العامة ببعض الأجهل للعقارات ومدري شوه دوية العقارية أو النفع أبرب بالاستمرارية صح صح بس في جباية بايداوية جباية عم تبلغ بحدود الميتان لتلاتمئة مليون دولار شهريا بلشت الحكومة كيف عم تدفع مصاريف لو مش هيدا هو المبلغ الحقيقي بس أقل بلش 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 بها الميتان تلاتمئة مليون دولار عم تدفع مصاريف وأهم رواتب القطاع هون مصار في لبنان قال شغلي أنه ما تقبوا هالكتلة النقدية بالسوق أعطوني لبنان وبعطيكم بدالون دولار حتى هذا الموضوع ما كبتلة نقدية بالسوق ما يعاد 300 مليون دولار بالليرة اللبنانية حتى ما يصير في يغرق ويغرق السوق من جديد بالعمل للليرة اللبنانية فأخذون دولار حتى جميعات القطاع العام عندهم شوية دولار بجيبتهم على قد حتى ما حدا يفهم غلط مساكين يعني أكيد يعني المركز عالي عم ياخد 400 دولار 500 دولار يعني حكي طبعا فإلى حد ما ما عم يكون فيه طلب يعني أنت رادعة على السياسة المعتمدة حاليا بمصرف بداية رادعة بداية بس أنا بدي أرجع معك للسؤال بدي أكد شغلي قيم أو صنف قيم أو صنف سياسة لبنك باركز أبدا يعني ماني بحط حالي أنا مش عم بسألك كمواطن أنا حضرتك عندك خبرة صاحب اختصاص وبتقدر تعطينا رأيك كمواطن أنا بقول التالي مواطن عنده خبرة خلينا نقول أنا لأ ماني رادعة سعر 90 ألف أبدا I think it's over value أنا برأي الدولار لازم لا يتعدى وقلتا من ممكن بصوت بأحد الإساعات من حوالي 6 شهر بوقت ما السلام هذا برأيي لازم يكون بين 60 ألف و 65 ألف ماكسوم على أي أساس أنه صار عنا دولارات بالسوق وبلش الاحتياطي ينمى شوي يعني اليوم الشفيفية اللي منتبع مصر في لبنان عم يفرجينا أنه في عنده الاحتياطي عم ينمى ولو درجات قليلة بس عم ينمى وبما أنه قدلت سياسيات النقدية التقليدية قصت أنه أنا حكومة ما تنسل مصاري قصت عم يجي بالبلد قصت بقدر إدفع أنا كمواطن إشري من سوبر ماركت أو روح مطعمة إدفع دولار يعني تنفس شوي هذا الاقتصاد نفس السوق بدنا نبلش تدرجيا للنسل وبالمقابل وهذا الأهم نبلش نطلع نبلش نطلع المصاري يلي عم نسحابه نحنا موادعانه مش خمسة عشر قال لا يجوز يكون في فرق ثمانين بالمئة مجرد ما طلعوا بس أنا قبل ما أرجع أسألك هذا السؤال بدي جواب لأنه أنا ما شوها بتنسل زوراب الدكتور ويصاب فتوح وما شغل الحديث معك شيء فاعم ننقل من الموضوع بس بدي أعرف ليش المصارف العربية ما فيها تتدخل بحل شوفي ما في مستثمر إذا بدنا نحكي بالأف تي آي إحنا حولنا أنا شخصيا حاولته أعلنت وفعلا كان فيه كان فيه ثلاث دول بدون ذكر اسمهم عندهم رغبة ثلاث مصارف موجودين من ثلاث دول مش دول دول عربية ثلاث مصارف عربية وما زال عندهم عندهم رغبة أنه يستحوذوا يستحوذوا بعض المصارف الصغيرة يلي على الأقل ما عنده كتير بمصرف لبنان شي يعني بمصرف لبنان هلأ بنشرحها ويلي وضعوا منه كتير سيء يعني مدينوا مصرف لبنان أو بحطوا أشاهدات إيدي على مصرف لبنان أو مدينوا وما اشتروا كتير سندات خزينة من الدولة يعني وضعوا إلى حد مهم أو حتى لو وضعوا يعني كي يقولك شو عن الوضع التاني في بعض المصارف الكبيرة فتحت مصارف صغيرة مصرف إسلامي مصرف استثماري بس هن تبعين لمصرف الأقل في بعض المصارف الجيدة نظفت هول الصغار وده ما جيت كل خسائر وقم بالمصرف الكبير صار هيدا المصرف نظيف بيقدر يبيعه إمتى ما بده وهيدي أنا براقي فرصة وهيدا اللي نحنا برمنا فيه للعالم العربي فرصة لألكم لأنه اليوم الرخصة تقيت مصرف 200 مليون دولار وهيدا المصرف بيستعد يبيع من 5 إلى 25 مليون دولار يعني عم يربح كتير وأنا بقلك بكمل القطاع المصرف اللبناني ما هيحل محله بس هيقدر ياخد جزء من السوق كتير كبير لأنه المواطن للأسف بعده ما عنده ساقة كبيرة بمصرف اللبناني حيشوف هيدا مصرف أشدبي عربي حيشوف أتعامل معه وبنفس الوقت وطلما بيكبر مع الوقت بنفس الوقت هيدا اللي اشترى اشترى بمبالغ صغيرة وهيدا القيمة بعد سنة سنتين يمكن أول إن شاء الله ما يتعين رئيسة جمهورية قيمة السوقية بدأ تكبر يا دلنا أنتر سنتين عيان رئيسة جمهورية بالليم لأ عمقول إن شاء الله أنا بقولها السنة بس سنتين اللي iso يكبر بالسوق فكرك من بعد تعيان رئيسة جمهورية لا بيكبر بالسوق هيدا سوق بيتحكم فيه بس بمريحي إنه إنو إذن لما تتنظم المؤسسات الدستورية من رئيس جمهورية لما بصير فيه تداول للسلطة أصدق نعم تنظيم المؤسسات الدستورية يعني هيدا البنك وبينرده ودائع الموضيعين اللي كانوا موجودين بهايدا الباك ولا مشبور يرجع يكمل متما ماشي قطاع المصرفي كله اول شي هو اذا اذا مستثمر عربي يشترى السوق شو قلت انا ما كتير عنده مستثمر بمصرف لبنان ما حاطت كتير بمصرف لبنان اللي هو بدوره مصرف لبنان هلأ لازم نحكي على هيدا الموضوع شرح ليها النقطة اذا بدأ اوكي خلنا نحكي بس على المستثمرين العرب اتنين لازم يتحمل الخسائر طبع المصرف اللي هو لنقول هيدا المصرف عنده التزامات تجاه الموضع بخمسة مليون دولار اوكي لازم يتحملهم ولازم يلتزم فيهم نعم هلو عارف شو عم يشتريه بالضبط اذا اشترى المصرف بإيكس لنقول اعطي ارقام بس للمستمعين اشترى المصرف بخمسة مليون وعنده هيدا المصرف التزامات للوداعة ثلاثة مليون وعنده كزا هو بقدر انه هالمصرف كلفته علي عشرة وعشين مليون وانا بعرف انه قيمت السوقية بعد سنتين ميتين مليون بشتريه ما عنده مشكلة بلو لبنان بلد واعد لو شو ما صار بس ما بقدر يتميز مصرف عن اخرين بتطبيق الصحوبات صح ولا لا لا ما بقدر لانه في مصرف لبنان يعني هيدا شيء يعني حتى لو صار هيدا الحل هيدا ما بيحل مشكلة وداع بحل مشكلة وداع المصرف اللي هو اشتراه يعني اذا كان المصرف عنده كمية مش الوداع العامة يعني هذا قرر ساعته يسحب مصريات والبنك بيقبل يعني ان حلت مشكلته قرار البنك قرار البنك ايه ايه قرار خاص مش ملتزمين بتعميمات مثلا هنا في اتنين الحد الادنى التعميم اللي اصدروا اي بانك بيشتغل تحت سلطة الرقبية اللي وتحت سلطة البنك المركزي البنك المركزي اصدر تعميم بعتق 258 هذا تعيط الـ 400 دولار قصمي عنك يا ماك وانا تدفع 400 دولار وانا بتعمك هذا الحد الادنى بس انا اذا ريحت على البنك تبعي هلا وقلت له انا بدي 1000 قبل البنك حياتي هذا اكيد بس ما بيقدر ينزل على 400 دولار ايه كان بدينا وضعها هذه النقطة الحد الادنى نعم يلي هو التزامه بالقرارات بيطلع البنك المركزي تبعه بحالة لبنان التعميم مصري في لبنان رقب 150 بدي اخذ 4 دولار اذا عندي بانك وقدر انا كبانك لا ارجع اه ضبط اسمي بالسوق بدل ما اعطي 400 عن بعطي 4000 هيدا هيدا سيستام خاص او بوليسي خاصة للبنان ما بيقى المصري في لبنان بيزقف له برأيي اه كلنا من زقف له كلنا من زقف له نعم ومنقول انه هيدا المصريف بلش يشتغل صح وانا برأيي مفوض ان فعلا بلش هكا عم يفوت بعض السيولة يعني مفوض الجماعية المصارف مفروض البعض المنوك اللي قادر تبليش تنتفي صغيرة تحكي من ناحية اخرى اللي كنا عم نقوله نعم اذا فعلا صار فيه اه تعاون كبير ما بين الحكومة وشمعية البصارف ومصر في لبنان اه اه المفروض يبلشوا ينزلوا سعر الصرف قد ما فينا يعني بدل تسعين ثمانين سامعين وبعتقد فيه خطوات حتى انا ويبلشوا يطلعوا كمان السحبات يعني ثلاثين خمسة وثلاثين الف بالصف الجابة صغيرة واذا شغلة بسيطة واكيد لا يخفي على الكبار يعني برجع فقول فيه عمالي قابل كتاع المصرفي وما جاي انا لا علمهم ولا علم مصرف البنان بس بكل بساطة اذا المصرف بسيطة ادفع بس على قليل يحس حالي انه انا عم باخد وديتي بسعر ما اقول و سعر الصرف شوي نازل بدي اذكر ان ضيفة بالاستوديو الأميل العام لاتحاد المصارف العربية دكتور ويسام فتوح قلت اللي فيه كلمة بدك تقولها بموضوع العلاج لا تنسى عم ذكرتها اي شوفي انا برجع اسألك عن توحية سعر الصرف فيه ناس كمان فيه ناس حضرتك سألته فيه ناس الازمة اللبنانية شو الازمة اللبنانية باختصار شديد التالي فيه سياسة نقدية بارتفاع فوائد نحطت هالفوائد نحطت وداع بالمصارف لانه الناس طمعت بيع وهيدي الوداع مش بس بلنانية خارج خارج لبنان كتلت كتلي نقدية كتير كبيرة اجا مصرف لبنان قال للمصارف حتي مصرياتك عندي وانا بعطيكي كمان فايدة حوالي سبع بلين المنطق بقول بالنسبة للمصرف ولما مصرف لبنان البنك المركز يجي ياخد يقول للمصرف عطيني مصرف حيستجي صحيح فهذا تسائلت هيد المصاري بسموه الفجوة المالية حوالي 60 مليار غير الاحتياط الالزامي لحطت بمصرف لبنان بموجب شهادات اداع مصرف لبنان بدوره ديّن هالدولة ديّن الهدر برافو ديّن الهدر هيدة المشكلة الاساسية مجرد مقالة اعتراف واضح وجازم وقاطع الدولة تقول انه انا محطشتب الودائع محطشتب هول الديون اللي مصرف لبنان لانه هول ديون لمصرف لبنان ومصرف ليون ديونه للمصارف ومصارف حق الناس سو هول 60 مليار اشو من الناس يعني خلفية الازمة السياسية فينا نقول لانه في عطول موني من السياسيين على على بعض القطاع يعني خليني نقول يا حكومة لبنانية بدك تعترفي تماما انك انت ما فيك تشتبي الودائع بمعنى اخر ما فيك تشتبي ديون مصرف لبنان اخذ شوي هيكي ما اقوله تقنيا هذا مصرف حيث ٦ مودع والموداع والان مضع مصرياته في المصرف مصري بقى مطلوبات عليه مطلوبات عليه ُع Everyone فلما لاحط مصرياته في مصرف لبنان هذه تعطبر موجودات مقدار لبنان مصرف اللبنان فالمصرف هنا بنتنشقه هين؟ بين مطلوبات للموداع وبين موجودات بالنفس المصائر دكتور ويسام فتوح اليوم توحيد سعر الصرف كيف سيادسر على المصارف? ان vi انتوحيد سعر الصرف يعني من خلص التعليم يوحد وحسين لانا عال تسعة وثمانين ألف وخلسمية هل يعقل عندي سعر سوق هلأ تقريبا عم يحاول لوحده يعني إيه بس في مرتقة بأنه يرتفع سعر الصرف كمان بالمصر سعر السحب إذا بدأ لا أتوقع ارتفاع سعر الصرف لأنه برجع بقول السوق شبعان بالدولار يعني عندي أنا سعر السوق بس إنه هيدا شي مش إيجابة لصالح المودع أنه يرجع يسحب مصرياته على سعر مرتفع لحظة ما اسمه ارتفاع سعر صرف سعر سحب دولار ايه قلناها أنا اللي أنا برأيي هلأ لكتير المفهودين شغل عليه كل العالم كل المسؤولين إن كان المجلس النواب إن كان الحكومي إن كان مصر في لبنان هو شغلتين متذاوي يعني بالتساوي بارالل أول شغل يحاوله قد ما كان ينزلوا سعر السوق من تسعين ألف وصوله إن شاء الله لستين ألف تدريجيا لأنه أنا برأيينا نحنا إنه إتس أوفر فاليو بالسوق وبعا فكرة حتى برأيي مصر في لبنانزا إيه بس إنه إلا حين الوصول لهذه النقطة هلأ عمين حكى توحيد سعر صرف ورفع سعر السحب إذا بدك بها وبنفس الوقت يعني إذا تسعة وثمانين ألف كارثة على المصارف يعني تعميق الإفلاث تعميق الإفلاث تشوفي خلس يتعودوا مش عطليني همون صراحة بس عم بطرح الفكرة لا بأكيد لحظة لحظة ألا بنا نعطى الهم إنه ما يفلس المصرف لأنه كلمة إفلاث أنا في بعض المصارف يتمنوا إنه إعلان إفلاثه خلانا نكون واضحين فيها وإحنا كنا نحب ويرفعوا كل المسئولية بس تانكيو بروحوا إنت حماية في شيء اسمه مؤسس الضمان الوداع أو شيء شاهد هذه المؤسسات موجودة بكل الدول العربية بكل عالم يعني حتى بأبرص موجودة بس إحنا مؤسس الضمان الوداع إذا بصرف فلس بتجي هالمؤسس بتعطي لكل موضة سبعمية بقيت 75 مليون ليرة كانوا يعملوا 50 ألف دولار هلأ شو بيعملوا ما بيعملوا شيء 700 دولار أو 800 دولار أو 1000 دولار سونا إحنا ما قلنا مصلحة كموضاعين إنه يفلس المصرف هيدا شيء أكيد إلا مصلحة يستمر المصرف بعمله بدرجة على النقطة إنه نعم لازم تطلع من 15 ألف 30 ألف 35 ألف بس يكون بتوازي يعني حتى لو طلع 30 ألف وبعده 90 ألف يعني عم نحكي 60% بعد نهير كات لا أنا بدي نزلها قدمة فيه بشأنه بعدك تنزل السعر الموحد وطلع ما يسمى باللولار إه والطلب يعني وطلع ما أنا بدي أخد 1000 دولار ما بيخده على 15 ألف بس لو نويني نزلوا دكتور فتوح كانوا ما كانوا شقلوا سعر المنصة صيرفة أصلا كانت واقفة شو رجع شو رجع ما الشاهم أنا مش عم بفهم كتير اللعبة صراحة بين صيرفة وبين بلومبرج مش مفهوم شيء بقى ما عم نفهم شيء والله أنا عندي هذا الموضوع تسمحي لي ما شاهب عليه حتى ما حتى يزعل مني أين ما فوت تمشي بلومبرج هو منصة يعني لا بتكلف شيء معروفة وهن المنصة اللي الناس فيت بي بيعتقد بالبورصة يعني هن الفئات العالية فأهول بس قدران يفوتوا طبعا هدا بينظم السوق بس اتأخرت هلأ عم نسمع انه ببراير لازم تجي بس لا لازم بقى اي نسلوا هلأ لا ما يقولوا مثلا رفعنا السعر على مئة سايرة عم بيحاولوا يوحدوا مع السوق ايه تتصير مع السوق ايه which is good توحيد سعر الصرف كتير مهم باول شي بنوحده وبعدين بنحاول بتزلو لأ وهون نحنا حاليا عنا 4-5 سعر الصرف او 3 على الأقل نعم السايرفة تقريبا صار متل السوق عنا الـ 15 ألف وموجب تعميم 51 وعنا بالموازنة شيء بيعتقد على الجمادك 60 ألف ومدرج يعني هيدا خطوة إيجابية برأيك إذا قدروا يوصلوا لنتيجة الأسواء إنه إجوا إتركوا حر متل ما بدهم يتحسب العرض والطلب بعتقد شوي بكير هلأ لتتنظم المؤسسات الدستورية والمالية العامة وكذا قايب بتحرر يعني شو المالية العامة أنا قلت لما بيجي بيستورد من بره عشرين مليار وبصدر أربع مليار في فرق 16 مليار هوني فهيدي بدأ تتنظم صحيح بدأ تكون الأرقام مزبوطة دقيقة مش إعادة تصدير متل ما بيحطوها مع التصدير وهي بتكون إعادة تصدير تب دكتور أنا عندي سؤال لك بآخر أربع دقايق زي نلاحق لأنه نجيب نجاوب عليه بين الدولرة وبين تعويم أو تحرير سعر الصرف هارفورد بتقلنا روحوا على الدولرة وصندوق النقد بقلنا بالتعويم هيدا التناقض مش فاهمينه حضرتك مع أي نظام برأيك الله لكن ما في كتير فرق بين اثنين هو الحل الأنسب كيف ما في فرق الحل الأنسب أقصدك لجهة الحل ما في فرق الحل الأنسب أنه وحد سعر الصرف اللي هو مبق في لا سيراف يمدرشوها الكلام سيراف إذا هي منصة كان اسمها بلومبيرغ أو اسمها سيرافة منصة إلكترونية له الحق فقط مصرف لبناني هلأ إذا عندي ديها بس بحكي على بلومبيرغ شو بتعمل له الحق أنه يقدر يسيطر عليها هون يبطل فيه تلاعب السوق ولكن وخطوة تانية تحريره أنه ينترك مبقى أنه مدعوم من مصرف لبناني الدعم بيكلفه بلومبيرغ هي شغلة أي واحد يبيع دولار بيحط على بلومبيرغ هن المصارف مزبوط وأي واحد يشتري بيحط طلب في سير في عرضه طلب من مئة مصرف البلومبيرغ بتعمل أهم أحسن ثلاث أسعار مصرف لبنان هذه رئيب المئة اللي نعرضه هون بيشوف مين عم يتلاعب بالسوق بس بيطلع على المشترك أنا كبانك مشترك قوي بيطلع أهم ثلاثة بيشتري أو ما بيشتري هذا اسمه نعم تنظيم لسعر الصرف أو توحيده وبالتالي هذه خطوة إيجابية مهمة جدا للبلاد وبرجع بقول الأهم من هذه ستنا ارتفاع حقنا كمودع ارتفاع الدولار اللي أنا خاطته بش خمسة عشر ألف أنا بدي هيدا كمان أخذه على الليرة بسعر السوق تدريجيا وإذا ما ما بدوا يعطوني أي كاش ما يعطوني أي كاش يعطوني دبتكار تقدر اشتري حتى ما يسير فيه كتلة نقدي بس لا يجوز أنا الدولار اللي عم بياخده من السوق من وديعة القديمة أخذها على خمسة عشر ألف لا يجوز هذا دجال اللي خدعوا لهيركات أكلوا وخلصوا في ناس طارت في حرصتك زكارتية في ناس طارت اي اللي عم عاشوا قليل طارت أنه يسحب أكيد وعلى فكرة هذا أكبر دليل على كلامك اليوم الوداع يمكن نزلت بحتيات يامية يامية رأيك بعد بتقدم أول خطوتين نعم الحكومة ترجع تقول لأنه شو المشكل المصرف عم قولي للموضع يا جماعة المصرياتكم مش معي مصرياتكم أنا حطيتها بمصرف لبنان متل ما شرحنا ومصرف لبنان ديانة للدولة خليها الدولة ترجع لمصرياتي وأنا برجع لكم مصرياتكم الموضع شو عم يقول يا خي أنا شخصة بسياسات الاعتمانية تبعيتك أنت الحق عليك اعترفي بغلطيك وأنا مع هذه الناحية اعترفي بغلطك أنت يا مصري أنا حطيت مصرياتي عندك أنا مصرياتي بحميه بالتسطور أنت ديانت ونخسرت فين أنا ما خلصني أعطيني مصرياتي وجهتين نظر هيك هيدا المشكل في لبنان فإذا خطوتين أول خطوة نعم الحكومة لازم تقول بشكل جاز مقاطع أنه أنا حرجع المصاري لمصرف لبنان مصرف لبنان جعل المصاريف والتاني للمودع الخطوة التانية تفتح حوار مثل ما حكينا أنا مش قادر هلا إذا عندك أنت مئة ألف دولار ما قادر أعطيك المئة ألف دولار بعطيك يون خلال خمس سنين أي مودع بيهدا شوية سياسة الغموض بدون يطلعوا منها شوية يعني هيدا عتب بعدنا لليوم فتحوا حوار مع الناس مش أنه تقولوا خلص المشكلة على الحكومة أكيد منتفقين مش المصاري بالحكومة والحكومة تبلش طبيعية ألا بدك تنهز الحكومة بس بلشوا يتشكوا عليها مبارف يمكن والله يمكن إن شاء الله أنا بلك وأنا عندي حسوا بالسخن شوية عندي يعني حسب التصالاتنا يعني كل الناس اللي حتى طلما ذكت حوالي في 180 مليار قبل الأزمة أو 178 35 مليار منهم خارج لبنان اللي بسمون وداع غير مقيمين كان في 35 مليار هو 35 مليار في سعودية في أماراتية في كويتية بصار بالدنياه أنا بجهة سعودية ما بدي أقولها بدي مصرياتها هلأ كمان جهة كويتية بدي مصرياتها في سنديق عربية كتير حتى مصرياتها صار بدي مصرياتها لأن السنديق العربية أصلا مصرياتها السنديق يعني في اللي عملت عندها إن شاء الله يكونوا هلأ حسوا بالسخن بلشوا يعملوا شيء أو يسرعوا نتفي أنا بدي أسأل هل الحكومة اللبنانية فقيرة لا أبدا حكومة اللبنانية يجب أن مسروقة منهوبة تدير مواردها طبعا بسبب شو بسبب الهدر والفساد يجب أن عندي مرافق مطار شطحنا عن الوقت دقيقتان بس الحديث معك كمان ممتع وشير بدي أشكرا كتير أمين عام اتحاد المصارف العربية دكتور ويسان فتوح وبتوعدنا بفرد سلول شكرا كتير لقالك شكرا للإزاعة شرفت والله كنت أنا في الاقتصاد يتلو بقوله إيجي إنا زيما ما حكينا وخاصة عن هذا الحديث اللي منقلبه على الطبيعة لا قادين عم نعمل مخارجة الناس بحاجة يكون عندها بسيس أمل وعطيتنا أمل بحديثك اليوم شكرا كتير لقالك دكتور ويسان فتوح مستمعين فاصل وبتابع كل الفرق مع إلدكم